وداعا نيافة أمبابيسينتي رحلة عطاء وبناء في خدمة الكنيسة والوطن مثلث رحمات نيافة أمبابيسينتي أسقف حلوان وتوابعها لم يكن راعيا روحيا فحسب بل كان أيضا بانيا ومعمرا فقد بذل نيافته جهودا كبيرة من أجل بناء وتعمير مترانية حلوان حيث بنى العديد من الكنائس والمستشفيات والخدمات الاجتماعية ولد مثلث رحمات في الثامن من يونيا عام ألف وتسعمائة وواحد وأربعين بقرية الإخصاص بحلوان وحصل على بكالريوس الزراعة من جامعة القاهرة عام ألف وتسعمائة واثنين وستين وماجستير في الكيمياء الحيوية عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين ترخب في دير القديس مقاريوس ببرية شهيد وانتقل منه إلى دير القديس الأنبابيشوي بوادي النطرون في الثامن والعشرين من أغسطس عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين وسيما قصا في الثاني عشر من نوفمبر عام ألف وتسعمائة واثنين وسبعين عين أمين لدير القديس الأنبابيشوي عام ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعين وفي عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين انتضب للتدريس بكلية سان مارك بالإسكندرية وكان مشرفا روحيا بالكلية الإكليريكية كما رسم قموصا بدير البراموس العامر في يوليا عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين وفي إطار خدمته بالخارج أرسله مثلث رحمات قدسة البابا الأنباشنود الثالث للخدمة بأمريكا وكندا عام ألف وتسعمائة وسبعين وفي نوفمبر عام ألف وتسعمائة وثمانين عين سكرتيرا خاصا لقدسته هذا وسيم أسقفا عاما في الثاني والعشرين من يونيو عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين ندعوك يا بسنتي أسقفنا عاما في البيعة المقدسة في نفرعني ما فيعدت مشي سعبة في السبرة وفي نجيب نتفيه وفي فانتك راتو واتم تجليسه على كرسي إبراشية حلوان والمعصرة والتبين وخمستاشر مايو في التاسع والعشرين من مايو عام ألف وتسعمائة وثمانية وثمانين ندعوك يا بسنتي أسقفا على المدينة المحبة للمسيح حلوان والمعصرة وما لها للمدن والقرى ترك نيافته إرثا غنيا من الكلمات الوعظية والروحانيات التي لمست قلوب الألاف من الشعب القبطية كما كان مثلث رحمات معروفا أيضا بحبه الكبير لمصر وكان دائما يغرس في نفوس أبنائه حب الوطن وأهمية الوحدة الوطنية وبعد أنقض أكثر من 53 عاما في الحياة الرهبانية تنيح نيافته مساء الأحد الثالث من مارس بعد حياة مليئة بالجهاد والخدمة للكنيسة وشعبها وداعا نيافته أمباب سينتي ترجمة نانسي قنقر